بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواقض الإسلام هي مفسداته مثل نواقض الوضو مثلا نواقض الوضو مبطلات الوضو ومفسداته كذلك الإسلام نواقضه مفسداته ومبطلاته وهي أسباب الردة أسباب الردة عن الإسلام والعياذ بالله ولابد للمسلم أن يعرفها من أجل أن يتجنبها ويحضر منها لأن الذي لا يعلم الشيء يقع به فلابد أن تتعلم ما هو الإسلام وتتعلم ما هي نواقض الإسلام كما أنه لا بد أن تعرف التوحيد وتعرف الشرك وأنواع الشرك تتعلم الشيء وتتعلم غده تعلم الشيء من أجل أن تعمل به وتتعلم غده من أجل أن تحذر منهم فلابد من تعلم نواقض الإسلام وأسباب الردة حتى تتجنبها وتحذر منها فلا يكفي أن الإنسان يقول أنه مسلم وأنا أعرف ديني وأعرف نعم هذا طيب لكن لا بد أن تعرف ما يفسد الإسلام ويبطله حتى تتجنب هذه الأشياء تحذر منها ولذلك ألف العلماء رحمهم الله في بيان نواقض الإسلام مؤلفات ونواقض الإسلام كثيرة نواقض الإسلام كثيرة ولكن الشيخ رحمه الله لخص منها هذه العشرة لأنها أكثر ما يقع أكثر ما يقع فهي أكثر النواقض وقوعا في الناس لذلك لذلك كتب هذه الرسالة نواقض الإسلام العشرة هذه أهمها وأخطرها وإذا سلمت منها ما بعدها أيصر منها نعم قال رحمه الله الأول الشرك في عبادة الله أول نواقض الإسلام الشرك الشرك في عبادة الله هذا هو أول نواقض الإسلام بأن يدعو غير الله ولو كان يقول لا إله إلا الله قد يبطل هذه الكلمة إذا عمل أو اعتقد شيئا تخالفها قد يقول لا إله إلا الله بكثرة ولكن يرتكب أشياء تنقل هذه الكلمة كان يدعو الأولياء والصالحين والأغرحة والقبور وغير ذلك هذا ناقض هذا هو أعظم نواقض الإسلام الشرك بالله عز وجل وهو دعاء غير الله الذبح لغير الله النظر لغير الله أي نوع من أنواع العبادة لا جعلها من غير الله فقد أشرك بالله وعضطل دينه وناقض كلمة لا إله إلا الله هذا خطر عظيم نعم الشرك بالله الشرك في العبادة في توحيد الألوهية أما الشرك في توحيد الربوبية هذا غير موجود ما في أحد يعتقد أن أحدا يخلق مع الله أن أحدا يرزق مع الله أن أحد يخي ويميت غير الله سبحانه وتعالى هذا نادر وإلا فأكثر الناس تقررون بتوحيد الربوبية إنما إنما الشرك وقع في توحيد الولوهية في العبادة عبادة غير الله عز وجل والرسل كلهم أول ما يدعون إليه الأمر بعبادة الله يا قوم أعبد الله ولا تشركوا به شيئا ولم يقولوا لأممهم يا قوم أقروا بالله هم يقرون بالله عز وجل فرون بالله أنه الخالق الرابق المحي المميت المدب وإنما يشركون في العبادة ولذلك الرسل جاءوا بالعمر بعبادة الله وحده لا شريك له كلهم جاءوا بهذا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله من غيره ولقد بأثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجهنبوا الطاوط وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا هو محق السرك عند الأمم توحيد الولوهية أما توحيد الربوبية فيهم قرون به ولكنه لا يكفي ولا يدخلهم في الإسلام حتى ياتوا بتوحيد العلوهية نعم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى هذا خطر الشرك هذا خطر الشرك الشرك ذنب وهو أعظم الذنوب لا يغفره الله إلا بالتوهة أما غيره من الذنوب التي دون الشرك فقد يغفره الله قد يغفره الله سبحانه وتعالى وقد يعذب صاحبه ولكنه لا يخلد في النار فليخرج منها ويدخل الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الشرك لا يغفره الله أبدا ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك ولو كان من الكبائر كالزنى والسرقة والشرب الخام هذا تحت المشيئ إن شاء الله غفر لصاحبه ولم يعذبه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة لأنهم العصات الموحدين إن الله لا يغفر أن يشرك به قال ابن القيم والشرك فاحذره والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران هو اتخاذ الند للرحمن أيًا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجيه ثم يخافه كما يخاف الواحد البيان هذا الخطر كثير من الناس يقعون في السرك في العبادة إما عن جهل وإما عن تقليد لغيرهم لأنهم لم يعرفون واقع الإسلام ولم يقرأوا التوحيد والعبادة وهذا خطر الجهل نعم وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبه لغير الله نعم إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار في الآية الأولى الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو محروم من المغفرة مع أن الله غفور رحيم وهذه الآية أنه أيضا محرمة عليها الجنة يعني ممنوع والتحريم هو المنع يمنع دخول الجنة وين يروح ما أواه النار وما للظالمين يعني المشركين مشركين لأن السلك ظلم إن السلك لظلم عظيم فالحاصل أن الآيات فيها الوعيد السبيد على السلك الأولى أنه لا يغفره الله لمن مات عليه والثانية أن المشرك إذا مات على الشرك فإن الله حرم عليه الجنة يعني يمنعه من دخولها منعا باتا مطلقا وإذا حرم من دخول الجنة فمأواه أي مصيره النار نسأل الله العافية هذا فيه خطر الشرك كيف لا نخاف الشرك ونحذر منه ونسأل الله السلامة منه ونأمن على أنفسنا هذا غروب وكيف نتجنب الشرك ونحن لا نعرف ما هو الشرك لا بد أن نعرف ما هو الشرك الشرك هو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو أي نوع من أنواع العبارة تجعله للمخلوق من حيا أو ميتا العبادة حق لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد كائنا من كان لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء والصالحون ولا الأشجار ولا الأحجار والأفنام وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كلمة شيئا تعم كل شيء لا يشرك مع الله يعني قال هذا ملك من الملائكة هذا رسول هذا نبي هذا ولي من أولياء الله لا ما يجوز العبادة حق لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أتدري ما حق العباد ما حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق الله على العباد حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان قل ابن القيب حق الإله عبادة عبادة بس عبادة لا عبادة بالأمر يعني بالشرع ما في عبد الله بأي شيء عندك ولا من عند الآخرين حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان نسأل الله العالم نعم ومنه الزبح لغير الله من الشرك يعني من الشرك الزبح لغير الله الله جل وعلا أمر بالإخلاص الزبح له قال تعالى ولئن صلاتي ونسكي يعني الذبيحة النسك هو الذبح فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله كذلك الذبح لا يكون إلا لله ولئن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى ففل لربك وانحر صل لربك وانحر مثل آية الأنعام سوى مثلها سوى صل لربك وانحر وكما لا تصلي لغير الله فلا تذبح لغير الله الآن كثير بالمئات والأولوه من يذبحون للأغرحة يذبحون للأغرحة والقبو على أعتابها يجبون الأغنام والإبل ويذبحونها عند الأغرحة يتقربون بها إلى الله لا يتقربون بها إلى الأموت نسأل الله العالمين هذا شرك أكبر شرك أكبر يخرج من الملة نعم ومنه قال رحمه الله ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر يذبح للجن يقول أخاه من شر الجن يذبح ذبيحة يستعيد من الجن بحوالهم لأجل أن يأمن من شره هذا يسير يسيركم بالله عز وجل لأن الذبح لله لا يذبح للجن ولا لغيره نعم قال رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا الثاني من نواقب الإسلام من نواقب الإسلام ها قال رحمه الله الثاني من نواقب الإسلام يعني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألوهم الشفاعة يدعوهم وسائق يدعوهم فلا يجعل الإنسان بينه وبين الله واسقة يدعو الله بها ويتقرب لهذه الواسقة وهي تقربه إلى الله بزعمه كما قال جل وعلا في المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يغرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء هنا عند الله قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء أولياء ما نعبدهم شفعاء ترفوا أنهم يعبدونهم ما نعبدهم إلا ليقفلون إلى الله الزلفة إن الله يحكم بينهم لماهم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كاذب كفار الذي يفعل هذا كاذب كفار الذي يتقرب إلى المخلوق ويقول المخلوق يقربني إلى الله فيذبح للقبور بزعم أن أصحابها يقربونه إلى الله لم يتقرب إلى الله أنت مباشرة ولا تتخذ بينك بين الله واسقة هو قريب مجيب لماذا تجعل بينك بين الله واسق تذبح للواسقة تنذر للواسقة تدعو الواسقة وهي تقربك إلى الله هذا فعل المشركين الأولين فإذا اتخذ واسقة بينه وبين الله من المخلوقين يذبح لها وينذر لها ويدعوها فهو مشرك الشرك الأكبر أما من اتخذ واسقة بينه وبين الله لكنه لم يقرب لها شيء من العبادة فهذه بدعة هذه تعتبر بدعة وهي وسيلة إلى الشرك الذي يتخذ واسقة بين أمرين إما أن يتقرب إلى هذه الواسقة بشيء من أنواع العبادة هذا مشرك السرك الأكبر وإما أن يتخذها مجرد واسقة ولا يجعل لها شيء من العبادة هذه بدعة لأن الله لم يأمرك بهذا قال ربكم ادعوني أستجب لكم قالوا ادعوني بواسقة كلان ولا علان ادعوني أستجب لكم هدعوا الله مخلصين له الدين نعم قال رحمه الله الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر الثالث من نواقب الإسلام من لم يكفر المشركين يقول أنا ما عندي شرك وأنا لكن ما من من كفر اللي اللي يشركون بالله ما علي منهم ما علي منهم ولا علي من حاله قال لا لابد تعتقد لابد تعتقد كفر هؤلاء وإذا لم تعتقد كفرهم وتكفرهم فإن معناه أنك أقررتهم على ما هم عليه ولم تنكر عليهم فإلى أمان لأن فيها كثير من الناس اليوم يقول والله أنا ما علي إلا من نفسي قال أنا ما علي من الناس لكم دينكم واليدين لكم دينكم وليدين ليس معناه التراضي بين نظرينهم كما يفهم بعض الناس معناه أن بريء منكم أن بريء منكم ومن دينكم هذا معناه الآن السوء لكم دينكم واليدين هذا معناه البراءة لهم معناه المصالحة بيننا وبينهم نقول أنتم على دينكم وحنا على ديننا لا مهما لدين الواحد وهو دين الله عز وجل وما عداه هو باطل شرك لابد أن تعتقد هذا هذه مصيبة الآن كثيرة كثيرة لمن تبرى من المشركين بعضهم اخترع شيء جديد يقول أنا أتبرى من دينهم لكن ما تبرى منهم أنا أتبرى من دينهم لكن أنا ما تبرى منهم يقول لازم تبرى من دينهم وتبرى منهم فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وفي الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة هدوة لإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم شف بدأوا بهم تبرأوا منهم أول إنا براء منكم ومما تعبدون من دينهم تبرأوا منهم ومن دينهم هذا يقول لا أنا أتبرى من دينهم لكن ما أتبرى منهم هذا جهل ومغالطة ومخالفة للآية الكريمة إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله لابد أن يتبرأ من المشركين ومن دينهم فإن لم يتبرأ منهم فإنه منهم من يتولهم منكم فإنه منهم إذا قالوا والله أنا أنا أتبرأ من دينهم لكنهم أصدقائي وأحبابي وأقاربي وكذا وكذا ما أتبرأ منهم يقول إذا ما تبرأت من الشرك وأهله أنا أبد أن تبرأ من هذا ومن هذا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغواء آبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا إذا آمنتم بالله وحدا عادت المودة بيننا وبين وإلا فالقطيع بيننا وبينكم إلى الممات حتى تؤمنوا بالله وحدا هذه ملة إبراهيم عليه السلام التي قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم حنيفة ما رحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم التي أمر نبينا وأمرنا باتباعها وهي البراءة من المشركين ومن شركهم جميعا نعم حسن الله إليكم الرابع من اعتقد أن غير هجي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هجيه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين تفضلون حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر نعم الثالث من اعتقد أن هجي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هجيه وأن حكمه أحسن من حكم الله فهو كافر الله جل وعلا يقول ومن أحسن من الله حكما أفحكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يكم لا أحد أحسن من الله حكما الذي يعتقد إن هناك ما هو أحسن من حكم الله هذا كان مرتد عن دين الإسلام أو يقول متساوي حكم الله وحكم غيره متساوي أنا مخير إن شيء تحكم بحكم الله وإن شيء تحكم بحكم غيره أنا مخير يقول هذا كافر أيضا هذا كافر لأنه سوى بين الله وبين خلقه سوى بين الشريعة والقانون قال هم سوى مع أن القانون باطل الشريعة حق فكيف يسوى هذا بهذا لابد أن الإنسان يعرف هذا أنه لا حكم إلا حكم الله سبحانه وتعالى ولا تصلح البشرية إلا بذلك دنيا والآخرة وأن حكم غيره باطل سواء سمي نظاما أو قانونا أو عابه قبلية أو عرف قبلي أو غير ذلك حكم الجاهلية كل حكم غير الله غير حكم الله فهو حكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا لابد من الحكم بما أنزل الله من حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله يقول هذا أحسن للناس هذا كافر بلا شك وكذلك من قال هم سواء أنا أحكم بهذا أو بهذا يقول هذا كافر أيضا لأنه سواء حكم غير الله لحكم الله يقول سواء هذا كافر بالله هذا من نواطب الإسلام لابد أن تعتقد أن حكم الله هو الحق وأن حكم غيره باطل وأنه لا يتساوى حكم الله وحكم غيره هذه عقيدة لابد منها وأما من يخوض في هذا الآن هو يقول كله المقصود إيصال الحقوق إلى أهلها سواء بالقانون أو بالشرع يقول هذه عبادة شكم بالشرع عبادة لله عز وجل فأنت إذا حكمت غيره فقد عبدت هذا الغير جعلت حكمه يساوي ليس المقصود هو يصال الحقوق فقط المقصود العقيدة عقيدة القلب فإذا تساوى عندك فهذا كفر بالله عز وجل فالمقصود التعبد لله بإذن تحكيم الشريعة عبادة لله عز وجل تحكيم غيره شرك بالله عز وجل وليس المقصود وليس المقصود فقط يصال الحقوق إلى أهلها هذا التابع ولكن العقيدة أولاً أن تعتقد أن حكم الله هو الحق وما سواه هو باطل وأن حكم الله هو العدل وما سواه هو باطل نعم شيخنا أحسن الله إليكم اتهينا الآن من قراءة فراء أربعة نواقب لعلنا ننتقل إلى الأسئلة حتى نجزئ الكتاب على ما تبقى من أيام الأسبوع إن رأيتم ذلك طيب أحسن الله إليكم وبرك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين حد سائر يقول ما حكم التحكيم بغير ما أنزل الله وما معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا الكلام اللي قلناه أنه يجب الحكم بما أنزل الله لإنصال الحقوق إلى أهلها وأن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه أحسن من حكم الله أو أنه يتساوى مع حكم الله هذا كافر لا شك في قفره مرتد عن جين الإسلام نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام يكفر أم يلزمنا قبل ذلك إقامة الحج عليه والتبيان إذا كان مثله يجهل أنا أبد من التبيان أما إذا كان مثله لا يجهل لأنه يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين يسمع القرآن يسمع الأحاديث يسمع الخطب والمخاورات والدروس هذا قامت عليه الفجة قامت عليه الفجة تزال عنه الجهل أما إنسان في أرض بعيدة ولم يبلغه شيء هذا يغرب الجهل لكن إنسان يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين ويصلي معهم ويسمع كلام الله كلام رسوله يسمع الدروس والمواعظ ويسمع الخطب ويسمع محاورات وقال هذا جاهل متى يتعلم هذا؟ نعم أحسن الله إليكم وهذا تذيير للسؤال السابق يقول أي النواقض تحتاج إلى إقامة الحجة وأي النواقض لا يتعلم قامت الحجة على من لم يبلغه شيء من لم يبلغه شيء عاش في مجتمع بعيد عن الإسلام ولم يبلغه شيء هذا يعدر بالجهل أما إنسان عاش الإسلام مع المسلمين يسمع القرآن ليلاً ونهاراً يسمع السنة ويسمع كلام أهل العلم هذا قامت عليه الحجة نعم قد يكون هناك أشياء تحتاج إلى بيان هذه هي اللي يقدر فيها بالجهل إذا كان هناك مسألة واحدة فيها خلاف بين العلماء وفيها اشتباه لا بد تبين له لكن العقيدة لا العقيدة لا فيها جمال ولا فيها اشتباه بين واضحة من الكتاب والسنة نعم أحسن الله إليكم يقول هل يشترتوا في التكفير الاستحلال القلبي؟ الاستحلال نوع من أنواع التكفير نوع من أنواع الردة ونوع من نوابط الإسلام ما هم محصوراً الكهر بالاستحلال الاستحلال نوع من أنواع الردة ومن أنواع الكهر نعم أحسن الله إليكم يقول أشكل علي قول المؤلف رحمه الله أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر ما معنى ذلك؟ نعم إذا شك في كفرهم معناه أنه ما عرف الحق أنه تساوى عنده الأمر هذا أمر واضح ما فيه إسكال كيف يقول الأشكل عليك؟ واضح أمر التوحيد والشرك أمر واضح ما فيه إسكال والالتباس هو الأشكل عليك؟ أشكل عليك الشرك أشكل عليك الكهر إذا أشكل عليك عليك معناه أنك ما ما انتفعت بكتاب الله ولا بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ليكم يقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله أو سوى بين حكم الله وحكم غيره؟ كما سمعتم؟ إن قال كل واحد نحكم بالقانون ولا بالشريعة المهم نوصل الحقوق إلى أهلنا بأي طريق كما سمعتم يقول ما هو بل مقصود إيصال الحقوق فقط مقصود التعبد لله عز وجل تحكيم الشريعة عبادة لله تحكيم القانون كفر لله لا يستويان أبدا نعم أحسن الله إليكم يسأل هل سبه الدين يعتور كفرا؟ هذا يبياتي يبياتي إن شاء الله هذا من نواعي نواقب الإسلام سب الدين قول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم ومن يسبه الدين أحسن الله إليك في حالة غضبه في حال غضبه هل يعتبر كافر أيضا؟ إذا اشتد به الغضب وصار ما يتصور ما يقول ما يدري شي يقول هذا يهذر به بغضبه لكن إذا كان معه شعوره ومعه عقله ويسب الدين هذا يرتد عن دين الإسلام نعم أحسن الله إليكم يقول المشرك إذا تاب في الدنيا ومات على توبته هل يغفر الله له؟ المشرك إذا تاب في الدنيا ومات على التوبة هل يغفر له؟ هنا إذا تاب إلى الله توبة صحيحة قبل الموت يغفر الله له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا أحسن الله إليكم يقول هناك في بلادنا من يقول أن فرعون كان يدعو إلى توحيد الربوبية فهل هذا الكلام صحيح؟ وين دعاه إلى توحيد الربوبية؟ هل يقول أن فرعون يدعو إلى توحيد الربوبية؟ وين هو فيه؟ وين كلام فرعون الذي يدعو فيه لتوحيد الربوبية؟ يقول أنا ربكم الأعلى توحيد الربوبية يعني أنه يكون هو الرب؟ إيش الكلام هذا؟ نعم أحسن الله إليكم يقول إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ما اعتقاده أن ما أنزل الله هو الصواب وهو الحق؟ ويأترف أنه العالم وأنه مخالف هل من أصحاب الكبائر؟ أذي يعتبر من أصحاب الكبائر؟ نعم أحسن الله إليكم سائل يقول هناك من يقول أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من السنة وأن هذا التقسيم هو من اختراع كذا قال من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يسبقه لذلك أحد نرجو منكم الإجابة مع الدليل هذا كلام ملحد والعياب منك كلام إنسان ملحد ليس ما فيه مسلم يقول الكلام هذا مسلم عاقل يقول الكلام هذا أبدا هذا ملحد سنديق والعياب بالله يعني القرآن كله ما ما تحدث عن التوحيد الآيات اللي تحدث عن أفعال الله هذه توحيد الربوبية الآيات اللي تحدث عن العبادة هذا توحيد الألوهية الآيات اللي تحدث عن أسماء الله وصفاته هذا توحيد الأسماء والصفات والأعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس الفاتحة فيها أنواع التوحيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فيها أنواع التوحيد الثلاثة لكن هذا يدري ما يدري أو أنه يريد التغليل والعياذ بالله العلماء ما قالوا الأقسام هذه من عندهم أخذوها من القرآن فالآيات التي تتحدث عن الله وعن تكبيره وعن خلقه وعن إيجابه الأسية هذه توحيد الربوبي الآيات التي تتحدث عن العبادة والأمر بها وإخلاصها لله هذه توحيد الألوهية الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه هي توحيد الأسماء والصفات لكن هل يفهم هذا القرآن أو أنه يفهم ولكن يغالق العياذ بالله شيخ الإسلام بن تمية هو اللي قال له هذا أخذ الله هو اللي قال هذا في كتابه المبين نعم أحسن الله إليكم يقول ما رأيكم في من يقول إن هذه النواقض العشرة لم يسلم منها أحد من المسلمين شكرا الله العاو يعني كل الناس كفار لم يسلم منها أحد معناها كل الناس كفار ومعتدون عن دين الإسلام يقول هذا ما أحسن الله إليكم يقول في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هل يدخل فيه الشرك الأصغر وإذا دخل هل يعتبر صاحبه خالد خالدا مخلدا في نار جهنم يدخل فيه الشرك الأصغر ولكن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار هذا الفرق بينه هو بين الأكبر أن صاحب الأكبر يخلد في النار صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار صاحب الشرك الأكبر يخرج من الدين صاحب الشرك الأصغر لا يخرج من الدين نعم أحسن الله إليكم هذا يقول ما هو علاج الوساوس والخواطر التي تأتي وتختلج في قلب الإنسان وتتعلق بالعقيدة علاجها سهل علاجها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أستعيذ بالله إنه هو السميع العليم استعيذ بالله إذا حسيت بشيء استعيذ بالله أيضا هذه الهواجس والخواطر لا تتكلم بها لا تتكلم بها حفية للمة الخطأ والنسيان واستكره عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ارفضها وتركها نعم ولا تضرق بإذن الله نعم أحسن الله إليكم يقول من ترك الصلاة بصفة دائمة هل هو كافر وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لو ترك فرضا واحدا متعمدا فهو كان حتى يتوب إلى الله عز وجل واحد فكيف بالذي يترك الصلوات دائما ولا يصلي أهل النار ماذا يجيبون يوم القيامة ما سلككم في سقا ما يقولون لم نكن من المصلين أول جواب يقولون لم نكن من المصلين وهذا يقول لا ما يعني لو ما صلّه مسلم كيف يكون هاي نعم أحسن الله إليكم يسأل هل بناء الكنائس كفر أكبر أم وسيلة للكفر مع ذكر الدليل أحسن الله إليك المسلم لا يبني الكنائس ما يبنيها إلا النصارى أو اليهود أما المسلم ما يبنيها إذا بناها فهو مقر للشرك يبنيها لأجل الشرك فيكون مرتدًا عن دين الإسلام نعم أحسن الله إليكم يسأل عن ضابط الجاهل الذي يُعدر ها الضابط في الجاهل الذي يُعدر إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام عرفتما الجاهل الذي يُعدر هو الذي يعيش في عالم منقطع لم يبلغه القرآن ولا بلغه شيء عن الإسلام هذا هو الذي يُعدر بالجاهل حتى يبلغه الإسلام والقرآن نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل الموت على الكبيرة أو المعصية يَاذًا بالله يعتبر موتًا على الكفر والشرك لا يا أخي الموت على الكبيرة إن كانت الكبيرة شركًا فإنه يموت على الكفر وعلى الشرك أما إذا كانت الكبيرة دون الشرك فهذه فسوق هذه فسوق وليست كفرًا وهو تحت مشيعة الله إن شاء الله غفر لا وإن شاء أعذبه بقدرها إن الله لا يغفر ويُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم أحسن الله إليكم يقول هناك من قال أن دين الإسلام ليس كاملاً بدلالة أنه لم يبين لم يبين الإسلام بعض الأمور التي تتعلق بأمور الدنيا هذا يرد على الله جل وعلا يقول دين الإسلام ليس كاملاً الله جل وعلا ماذا قال على اليوم أكملت لكم دينكم أنا يقول لله أن تكذب ما أكملت لنا ديننا هناك أسيا ما بينتها لنا هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله نعم أحسن الله إليكم يسأل يقول من من العلماء المتقدمين قال أن الحاكمة بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا استحل هذا تلقى في تفسير بن كثير راجع أقرب شيء تفسير بن كثير عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم المتابرون راجع التفصيل فيه يا أخي نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل عن الرياء أقرب شيء فتاوى الشيء بن باز رحمه الله في نور على الدار فتاوى نور على الدار تعرب لهذه المسألة بتفصيل جيد نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل عن الرياء هل يعتبر شركا أصغرا أم أكبر الرياء على تسمين رياء المنافقين هذا شرك أكبر يراؤون الناس إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس هذا رياء شرك أكبر وكهر أكبر رياء المنافقين أما الرياء الذي يكون عند بعض المؤمنين فهذا شرك أصغر من يسأل من الرياء إلا من رحم الله عز وجل ولكن المسلم يتوب إلى الله نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول بعض الأطفال أو الكبار عند الخوف ينادي فيقول يا أمي أو يا أبتي هل يعتبر هذا من الشرك ما يقول هذا للبزر ما يقول هذا للبزر الصغير أما الكبير ما يقول يمه لا يا أبي إلا تانهم هبون نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول في بعض القبائل في إفريقيا يسجد الناس لسيد القبيلة وبعض أهل العلم هناك يشجع ذلك فما حكم السجود إن كان من باب الاحترام والتقدير السجود لغير الله كهر يا أخو الدين الإسلام حرم السجود لغير الله ولو للتحية كان في السلائع السابقة يجوز السجود لغير الله من باب التحية من باب التحية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجد هذا سجود تحية الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية وهو سجود عبادة سجود العبادة لا يجوز في أي دين من الأديان السماوية إنما سجود التحية كان جائزا في السلائع السابقة أجاء ديننا بتحرينه فلا يسجد إلا لله سبحانه لا سجود تحية ولا سجود عبادة أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل عن حكم من ينكر عذاب القبر سائل يسأل ما حكم من ينكر عذاب القبر هذا مذهب المعتزلة المعتزلة كما ذكرنا لكم تمدون على العقول ولا يعتمدون على العدلة إلا الكتاب والسنة عذاب القبر متواتر ثابت بالكتاب والسنة متواتر فلا يجوز إنكاره إلا إما جاهل وإما عقلاني معاند لا يحكم بلا دلة السمعية يقول إن تفيد الظن نعم كالمعتزلة إن سار على نهجهم من العقلانيين وعذاب القبر من الأمور الغير التي لا يعلمها إلا الله ما يجري في القبر وفي البرزة لا يعلمه إلا الله أنت لو كشفت عن الميت في قبر ما تشوف شو لو تلمسه ما تشوف شي لكن هو في عذاب أو في نعيم أنت ما تدري لأنه في عالم وأنت في عالم أنت في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة هذا من الأمر الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم يقول ما رأي فضيلتكم في هذه المقولة لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن لأنك في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما ما رأيكم في هذه العبارة لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن لأنك في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما من الدين بالضورة مثلك كمثل من يقول الزنا حلال لا هذا ما يدري يقول الكلام هذا ما يدري إذا حكم بالقوانين تبعا لهواه فقط وهو يعلم ويعتقد أن حكم الله هو الحق ويعتقد أنه عاصي وآذم فهذا لا يكفر هذا لا يكفر لأن الكلام على العقيدة على العقيدة والقلب هذا كفر عملي يصير إذا حكم بها لهوا أو لطمع دنيوي أو لمحابات وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن حكم القوانين باطل لكن حكم به لهوا أو لطمع دنيوي وما أشبه ذلك فهذا كفر عملي كفر عملي دون الكفر الأكبر كما قال ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر الواجب أن المسلم يتعلم ما يتعمد على يعتمد على معرفته وعلى عقله بدون تعلم وينكر كلام أهل العلم يحكم بغير ما حكموا به هم أعلم منك وأدرى منك بالأدلة نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل يصح القول بأن مسألة العذر بالجهل في الأمور الشركية ليست مسألة خلافية بين العلماء وأن القول فيها واحد وهو عدم العذر بالجهل في الأمور الشركية لا يعبر بالأمور الشركية إلا من كان عاش فيه غير بلاد المسلمين ولا سمع القرآن ولا سمع الدعوة ولا سمع الأدلة ما بلغته الدعوة أما الشرك واضح ولا يعبر فيه بالجهل إلا لمن لم يبلغه شيء عن الإسلام ولا من القرآن نعم أحسن الله إليكم يسأل عن الطواف حول القبور هل هي من الكفر أم لا إن كان يعتقد أن الطواف على القبر أنه عبادة لله وأن الله أمر بهذا ولي تقرب إلى القبر إنما يتقرب إلى الله لكن ظن أن الطواف بالقبر يرضي الله عز وجل فهذا يعذر بالجهل ولا يحكم على عدال أنه فعل كبيرا من كبائر الذنوب ويعذر بالجهل وبدعة لأن الطواف بالقبور على هذا النمط بدعة ما شرعه الله عز وجل أما إذا طاف بالقبر يتقرب إلى الميت يتقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر لأن الطواف عبادة فإذا جعله لغير الله هذا شرك أكبر الحاصل أن الطواف بالقبر إن كان يقصد أنه لله ويظن أن الطواف بالقبر شاف الناس يطوفون يظن أنه مشروع وأنه يجر عليها جر فهذا بدعة ولكنه لا يكفر يعتبر مبتدعا أما إذا طاف بالقبر يتقرب إلى الميت بطوافه فهذا الشرك أكبر نعم أحسن الله إليكم يسأل ما معنى أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يدخل في العقيدة بالمطابقة يسأل ما هو المقصود بالمطابقة يسأل ما هو المقصود بالمطابقة مطابقة في اللفظ للمعنى دلالة على أقسام دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة إلتزان فإذا دل إذا وافق إذا تطابق المعنى مع اللفظ للمعنى هذه دلالة مطابقة نعم يقول أحسن الله إليكم ما معنى قول الله تعالى ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعظب الله عليه هل هو خالد في النار نعم يسأل أن معنى قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هل خلود هنا خلود أبدي لا جميع أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه خلود مؤقت يعني يطول تعذيبه ولا يخلد يعني يدوم لأنه مسلم هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل لا تقبل تورته وأنه لا بد أن يعذب لكنه لا يخلد وأن قلق خالدا فيها يعني يطول عذابه ليس معنى أنه يبقى فيها دائما كالكابر أما الجمهور فيقولنا القاتل وغيره إذا تاب تاب الله عليه لأن الله جل وعلا قال يقول سبحانه وتعالى وأنيدوا إلى ربكم وأسلموا له لا تقمأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقمطوا من رحمة الله إن الله يغفر يغفر الجنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يدخل فيها القاتل إلا من تاب قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك يلقى أثامة أضاع أفلاء العذاب يوم القيامة هو يخلد فيه يخلد ما هو خلود دائما وإنما خلود طويل لا دايم نعم خلود دون خلود الجميع بن عباس وغيره يقولون لا يخلق في النار خلودا دائما لكن بن عباس يقول لا بد من تعذيبه ولو تاب الجمهور يقولون لا إذا تاب تاب الله عليه نعم أحسن الله إليكم يقول كيف يرد على من يقول أن قول بن عباس رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر هي فتوى وليست تفسيرا للآية كما جاء في الرواب هذا جاهل مركب هذا بن عباس ترجمان القرآن يفسر القرآن وتفسير الخجة تفسير بن عباس حجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير فتفسير بن عباس يمتاز عن تفسير غيره لأن الرسول دعاله عليه الصلاة والسلام ولذلك يسمى ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه وهل جاهل هذا يتنقص بن عباس نعم أحسن الله إليكم يقول ظهر في الفترة الأخيرة من يثبت أن العمل خارج عن مسمى الإيمان فهل هذا هو قول المرجع هذا الفترة هذا المرجع لابهم من قديم مذهب المرجع من قديم وهذا ولا تنقوا مذهب المرجع المتعالمين الأخيرين اعتقدوا مذهب المرجع وهم ماجهوا بجديد سابقهم مرجع من قبره نعم أحسن الله إليكم يقول هل يجوز تكفير المعين إن توافقت عليه شروط التكفير ماذا يقول أحسن الله إليكم هل يجوز تكفير المعين إن توافقت عليه شروط التكفير هذا الأصل لقد نجري الظاهرة فمن عمل الشرك أو الكفر حكمنا عليه بذلك أما أمره فيما بينه وبين الله أنا ما ندري عنه لكن نحن نجري عليه أحكام الكافر والمشرك من جهة عدم توريثه من جهة عدم تولي المسلمين لجنازته ولا يبثل في مقابل المسلمين نجري عليها الأحكام الظاهرة نعم طيب شيخ أنا منهم الموكولون لإصدار هذه الأحكام أحكام التكفير من هم الموكولون بإصدار هذه الأحكام أحكام التكفير حتى وإن توافرت الشروط أهل العلم يوكر إليهم هذا هم أهل العلم أهل العلم الراسخين في العلم ما هم بالمتعالمين أو المدعين للعلم أو المبتدئين في طلب العلم نعم أحسن الله إليكم وهذا سؤال من قسم النساء تقول السئلة ما حكم رقص النساء أمام بعضهم البعض إذا كانوا بلباس ساتر لما يجوز الله بمناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح يجوز للنساء ترقص فيما بين الرقص المحتشم أو رقص الخلاعة والمجوم وأن تغني بأصواتها المعتادة من دون مجامير ومن دون آلات طرب إعلانا للنكاح قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف نعم أحسن الله إليكم يسأل من يسبه الدين في حال غضبه كيف تكون توبته في حال غضبه توبه كغير منه توب إلى الله توبه صحيحة ويستره يتوب الله عليه نعم أحسن الله إليكم يقول إذا أراد شخص أن يصلي صلاة الاستخارة هل يكتفي بصلاة واحدة أم يكررها إذا تبين له ترجح لديه أحد العمرين يكتفي بصلاة واحدة ويأخذ بما ترجح لديه إذا لم يترجح عنده شيء يكرر الصلاة يكرر الدعاء حتى يترجح له أحد الأمرين نعم أحسن الله إليكم يقول ما هو تفسير إن الله جميل يحب الجمال على ظاهره الجمال هو المظهر الطيب بالكلام باللباس وبالتعامل مع الناس الله جميل سبحانه لأن الجمال صفة كمال والله جل وعلا له صفات أي كمال ومنها الجمال نعم أحسن الله إليكم يقول امرأة خرجت من الميقات واعتمرت وجلست في جدة ثم وهي الآن تيس في جدة وهي الآن تنوي أن تعتمر مرة أخرى في رمضان هل تعود إلى الميقات أم تعتمر من جدة امرأة هيش امرأة خرجت من الميقات واعتمرت ثم رجعت إلى جدة وهي الآن تنكث في جدة تنتظر شهر رمضان حتى تعتمر مرة أخرى هل تعود الميقات لتنوي أم من جدة وتعتمر تحرم من المكان الذي نوت العمرأ منه من جدة ومن غيرها تحرم من المكان الذي نوت العمرأ منه في رمضان وفي غيره نعم أحسن الله إليكم يقول كيف يمكنني أن أتعامل مع الشخص الحاسد والذي يحسد الناس بلا سبب هذا تتجنبه تنصحه أولا وإن لم يترك الحسد تتجنبه ولا تعاشره تخالقه نعم أحسن الله إليكم يقول هل تعتبر الكحول من النجاسات وما حكم وضع العطور في الثياب التي يصلي بها المرأة الكحول نوع من الخمر كحول من المسكر من المسكر من الخمر الله جل وعلا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان والرجس والنجس فاجتنبوه قالوا اجتنبوه اجتنبوه مات تشرب مات تستعمله في ثيابك مات اجتنبه اجتنبا كاملا اللي يستعمله ما يجتنبه ما أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول أريد أن أدرس في الجامعة في خارج السعودية ووالدتي مريضة ولكنها موافقة على ذهابي ما هو توجيبكم الله الله إذا كانت تحتاج إليك فإدعو اجلس عندها واخدمها ولو أذنت لك لما دام تحتاج إليك فحاجتها مقدمة لأن هذا من البر بها أما إذا كان عندها من يقوم بالواجب ويخدمها وأذنت لك فلا بس نعم أحسن الله إليكم امرأة تسأل تقول توفي زوجي ولم أدري إلا بعد مضي سبعة أشهر متى أبدأ العدة أم أن العدة قد انقضت العدة من خروج روح الزوج تبدأ من خروج روحه فإذا مضت أشهر فإنها تكون ولم تعلم إلا بعد أشهر إنها تهرج منها فإنها قد خرجت من العدة خرجت من العدة ولو لم تعلم نعم أحسن الله إليكم وهذا السائر يقول من الناس من يذهب عند الأضرحة ولكنه إذا ذبح فإنه يسمي الله سبحانه وتعالى ما رأيكم هذا الشرك ولو سمى عليه الله عز وجل العبرة بالنية بنية القلب فإذا ذبح يتقرب إلى غير الله هذا الشرك ولو قال بسم الله لو قال عليها بسم الله هذا الشرك العبرة بالنية بنية القلب نعم أحسن الله إليكم يقول ما حكمه ما ينتشر اليوم من أن هناك شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام وعمامه وعفاة وين هي شعرات النبي من يثبت أن هذا من يثبت هذا إذا ثبت أنه شعرات النبي لا بأس لكن أثبت أن هذه شعرات النبي الشعر كثير الشعر كثير يجب أي شعر قال هذا شعر النبي نعم أحسن الله إليكم يقول ما حكم إنزال المني في نهار رمضان ها يقول حكم إنزال المني في نهار رمضان مع أني كنت أجهل قرمة ذلك هل أقضي أم ماذا نعم تقضي يبطل الصيام بإنزال المني في الاستمناء ولا بد من إعادة الصيام لأن في الحديث يدعو شهوته وطعامه وشرابه فكما تترك الطعام والسراب تترك الشعوة من إنزال المني هذا بشعوة نعم أحسن الله إليكم يقول هل يجوز الهجرة إلى بلاد غير المسلمين إذا أحسست أني مغبون في بلاد المسلمين لا تخرج من بلاد المسلمين عش مع المسلمين ولو كان عليك مشقة اصبر على هذا ولا تذهب إلى بلاد الكفار نعم أحسن الله إليكم يقول نويت العمرة عن نفسي ثم غيرت النية فورا وجعلتها عن أبي لا كلام على النية عند الإحرام إذا نويت عقدت النية عند الإحرام إن عقدت عنك وعن غيرك أما تغييرها بعد ذلك لا ما تتغير العمرة لمن نويت له عند الإحرام ويكفي طيب أحسن الله إليكم وبرك فيكم لعلنا نختم بهذا السؤال يقول كيف أخرج حب الدنيا من قلبي هذا يحتاج إلى إيمان وإلى يقين هذا ما له طريقة نعلمك بها هذا يرجع إلى النية يرجع إلى النية و والخوف من الله عز وجل فعليك بتقوية إيمانك أول نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين